أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الصحافة حول العالم واليوم نتحدث عن الانتخابات الأمريكية وكيف نقلت الصحف الأمريكية وبعض الصحف العالمية حول هذه الانتخابات الأمريكية سنحاول أن نناقش في هذه الحلقة هذه الصحف الأمريكية منها نيويورك تايمز ووشتون بوست وعدة صحف أخرى نتحدث وقراءة في أبرز الصحف لكن بداية دعونا نشاهد لصحيفة نيويورك تايمز بعدها قالت عن الانتخابات ونعود من اجتقاش ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الناخب الأمريكي لا يصوت من أجل انتخاب رئيس ولكن للبحث عن بداية جديدة وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أن التجربة الديمقراطية تعربت لضربة ولكن هناك فرصة للتجدد جاء في الصحيفة أيضا أن عافية الديمقراطية الأمريكية تعتمد على يوم الانتخابات مضيفة في ساعة الأزمة تظهر قوة الديمقراطية وكما قال مارتين لوثا كينج جونيور في آخر خطاب له لا نستطيع رؤية النجوم إلا إذا كان الليل حالكا وفي الوقت الذي يعمل فيه المسؤولون في الحزب الجمهوري لتثبيت الناخبين ومنع عدد الأصوات في صندة الاقتراع رد المسؤولون في عدة ولايات بتسهيل عملية الاقتراع أكثر من ذي قبل وفي كاليفورنيا ونيبادا ونيو جيسي وفيرمونت إلى جانب واشنطن العاصمة أرسلت بطاقات التصويت بالبريد لكل الناخبين وانضمت إلى خمس ولايات أخرى فعلت هذا وسهلت ولاية نيويورك وهامشير وفيرجينيا من بين عدة ولايات قواعد التصويت بالاقتراع الغيابي وفي منطقة هاريس تيكساس المنطقة التي يسكن فيها عدد يزيد عن 26 ولاية ظلت مراكز الاقتراع المبكرة مفتوحة طوال الليل ورغم احتفال الرئيس دونالد ترامب بأعمال العنف ضد من لم يدعم إعادة انتخابه إلا أن الملايين من الأمريكيين استفادوا من الفرص الجديدة للتصويت وفي تيكساس وهواي وزعد عدد الذين صوتوا قبل يوم الانتخابات على عدد من صوتوا عام 2016 ورغم توسع انتشار الفيروس كورونا إلا أن ملايين الأمريكيين يخططون الاختداء القناع والتصويت شخصيا يوم الثلاثاء وسينتظرون الساعات الطويلة ردا على الواقع المثير للعار وممارسة حقهم الانتخابي واختيار الناس الذين سيستخدمونهم في واشنطن والولاية والحكومة المحلية إذن تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع نرحب هنا بكريم البوعالي محرر الشؤون السياسية في القناة التاسعة أهلا بك كريم معنا في هذه الجولة التنديسة نقاول فيها هنا الحديث عن الصحف الأمريكية ونحاول أن نقرأ في عدة الصحف الذي تحدث عن هذه الانتخابات دايتا لو ننظر نظرة شاملة لهذه الصحف دايتا كيف قرأت وتابعت الصحف الأمريكية بخصوص الانتخابات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بك محمد وبكيفة مشاهدين الكرام في تقديري أن الصحف الأمريكية تقريبا في مجملها هي كانت تركز على الحصيلة حكم دونالد ترامب تيلة الأربع سنوات الماضية وأيضا طريقته في مواجهة فيروس كورونا وأيضا أشادت بالإقبال الواسع ومنقطع نظير على الانتخاب الذي نهز تقريبا مئة مليون أمريكي شارك في هذه الانتخابات ومن الضروري التأكيد محمد على أن الصحف الأمريكية ودونالد ترامب في علاقة عداء كامل وعلاقة صراع بدأ منذ تقريبا 2017 و2018 يعني منذ بداية توليه تقريبا الرئاسة كان يصف دونالد ترامب الصحفة بأنها عدوة للشعب وكانت هي تصف بأنه عدو للحرية ولحرية التعبير فلذلك ربما تلك الصراع تركز في تناولها للسباق الانتخابي وأمطاره الأخيرة في الفترة الحالية قبل يوم من إغلاق سندق الاقتراع لأبوابها يعني الصحف الأمريكية ركزت على الحصيلة النهائية لدونالد ترامب وطريقة خاصة حملته الانتخابية التي لم تراعي حسب الصحف ما تقوله قواعد الحماية الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا إذن إذا كان هناك عداء بين الصحف الأمريكية كريم والرئيس الحالي دونالد ترامب هل يكون هناك نزاهة في نقل هذه الصحف للانتخابات الأمريكية؟ بالطبع يعني الصحف الأمريكية المعروف عنها أنها مهنية ولكن اختارت ربما لنفسها توجها معينا توجها تراه هي ليس ديمقراطيا يعني بمساعدة الحزب الديمقراطي ولكن الديمقراطية في الولايات المتحدة عموما وفي تكريس ما يقولون أنه المبادئ الأمريكي ومبادئ حريط التعبير ومبادئ الجمهورية الأمريكية المتجذرة التي يرون فيها أن دونالد ترامب يمثل تهديدا لها ويرون أن حاصلته كانت كارثية وفي تقديري أن هناك عديد من الرسائل حاولت هذه الصحف نقلها للمتابع الأمريكي أولا وأيضا المتابع الخارجي النزاهة في تقديري أنها بدأت تغيب نوعا ما على نقل هذه الصحف التي لم نعد نراها محايدة بل أصبحت طرفا في توجيه الرأي العام الأمريكي طيب دعنا نقرأ كريم بعض من هذه الصحف وهنا نبدأ بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وهنا تقول بأن الناخب الأمريكي لا يصوت من أجل انتخابات رئيس ولكن البحث عن بداية جديدة وقالت في افتياتها كريم أن التجربة الديمقراطية تعرضت لضربة ولكن هناك فرصة لبداية جديدة إذن هنا الفرصة كريم بالنسبة لمن؟ بالنسبة يعني حسب الصحيف في بداية مع من تكون مع جو بايدن أم مع ترامب؟ بطبيعة الحال هي مع جو بايدن حسب صحيفة نيويورك تايمز التي تقول أن حكم ترامب لم يكن ديمقراطيا كافيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذكرت بأن ترامب ساعد على إحداث شرخا في المجتمع الأمريكي وترى الصحيفة أن ترامب لم يستطع أن يجاري موجة فيروس كورونا التي أودت بحياة 230 ألف أمريكين وحملته تبعات تلك الأزمة الصحية الكبيرة التي تقول أنه لم يحسن إدارتها كليا بل كان مستهترا في تعامله مع الفيروس وأيضا الصحيفة ترى أن هذا العهد عهد ترامب يجب أن ينتهي ويجب أن تحدث بداية جديدة بداية جديدة طبعا هي تقصد أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وأيضا في نفس الصحيفة هناك تقرير أيضا كريم هنا نشاهد تقرير آخر وهنا يقول تقريبا أن الأمريكيين يستعدون لإصدار حكم على ترامب دون أن يردعهم الوباء اقتحم الرئيس ترامب وبايدن الولايات المتصارعة واختتموا حاملة استثنائية أجرت وسط أزمة صحية وقلق اقتصادي عميق إذن هنا ربما الأزمة كورونا والاقتصاد هو اللي سيحسم هذه الانتخابات كريم ما قولك في هذه الجزئيتين يعني الاقتصاد الأمريكي والوباء كورونا نعم نيويورك تايمز ركزت ربما في هذه المقالة على يعني كما ذكرت محمد جزئيتين رئيسيتين ولكنها تقول أن ربما هذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في العمر للأمريكيين وهي ركزت أيضا على الأقبال والمنقطع النظير على الانتخاب من قبل الأمريكيين الذي كما ذكرنا تقريبا 100 مليون أمريكي شارك في هذه الانتخابات أي بنسبة قارب 70% نيويورك تايمز ربما يعني أظهرت حسيلة حكم دونالد ترامب أيضا كما ذكرت تعطيه مع ملف فيروس كورونا تقول الصحيفة أن هناك يعني مسيرات نظمها دونالد ترامب لم تراعي قواعد الحماية وربما تسببت في تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا التي قالت أن ترامب بصريح العبارة يكذب على الأمريكيين حين يقول أنهم سيتحكمون في الفيروس وهي ترجح أن تتصاعد نسبة الإصابات بتقريبا 100 ألف إصابة يوميا يعني الصحيفة تحمل أيضا دونالد ترامب يعني بعض الافترابات التي حدثت تقول أنه يرحب بالعنف الذي وجد شاهدناه في الاتخابة الأمريكية هنا دين الصحيفة تتحدث بأن هناك في عدة أماكن وولاية أمريكية إغلاق للنوافذ أو لأبواب المحلات بالخشب فدية لحتمال حدوث الترابات في عدة مدن في أمريكا هل يمكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى فوضى في المستقبل قريب؟ هذه الانتخابات الأمريكية هي ربما أيضا الأعنف في الفترة الأخيرة التي شاهدتها الولايات المتحدة الأمريكية كما شاهدنا عديد المظاهرات وعديد الاحتكاكات بين مناصري دونالد ترامب ومناصري جو بايدن شاهدنا في نيويورك أن الشرطة تمكنت من فك يعني عراق بالأياد بين أنصار بايدن وترامب واعتقلت عددا منهم أيضا حتى حملة ترامب نفسها يعني مؤيدوه حاولوا يعني محاصرة حافلة لمؤيد جو بايدن وهو كان معهم أيضا جو بايدن أيضا عديد الأمريكيين أقبلوا على شراء الأسلحة عديد التقارير الأمريكية تشير أن نسبة بيع الأسلحة في الفترة الأخيرة تصاعدت يعني وأيضا هناك تقارير أيضا عن مجموعات أصبحت مسلحة لديها توجهات يعني عنصرية داخل الولايات المتحدة وهي تساند دونالد ترامب يعني هناك خشية من أن تنزلق البلاد نحو فوضى مع اقتراب بساعات الحسم وبضغط دونالد ترامب أيضا هو دونالد ترامب حقيقة دونالد ترامب يعني تصريحاته مثيرة ما هو ما هي المكاسر للرئيس الأمريكي حاليا في نشر فوضى دونالد ترامب يعني معروف عنه أنه كان مغرما بذلك البرنامج الشهير للمصارعة الأمريكية يعني معروف عنه هذه الحدة وهذه العدائية ومعروف عنه أنه رسم لنفسه صورة الرجل الخارق نتذكر تلك الصورة الشهيرة التي تنشر عن نفسه بأنه ملاكم يعني باعتقادي أن خطاب ترامب وتركيزه على العبارات القوية العبارات الصدمية العبارات العنيفة ربما جيش أنصاره أيضا في هذه المعركة التي يسميها معركة انتخابية يعني بأتمل الكلمة من معنى وأيضا جانب آخر هو ضغطه على لجنة الانتخابات الأمريكية لأن تعلن النتائج ليلة انتهاء التصويت يعني كما نعرف أن حتى هو ترامب حين جاء للانتخابات النتائج لم تعلن مباشرة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع هو يقول أنها كارثة إن لم نتمكن من معرفة من سيحكم الولايات المتحدة ليلة الانتخابات يعني هو يضغط هو يجيش الرأي العام هو يجيش أنصاره وفي محاولة لربما خلط الأوراق داخل الولايات المتحدة الأمريكية وليبرز أن له حظوث كثيرة خاصة مع أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم جو بايدل إذن ننتقل إلى صحيفة أخرى كريم لوس أنجلس تايمز وهنا تتحدث وعنونت بعد أربع سنوات من الاترابات يعطي يوم الانتخابات الناخبين كلمتهم هنا بعد حملة ذات عواقب وخيمة شنت وسط جائعة قاتلة وانهيار اقتصادي ونقاش حاد حول العرق والعدالة سيصدر الأمريكيون اليوم حكمهم على أكثر السنوات الأربعة إثارة للانقسام والصخب في تاريخ الحديث هنا ما رأيك كريم وهذا تقول الصحيفة أكثر عمقا الصحيفة هي تشير إلى ما كنا نتحدث عنها عن هذه الصراعات الكبيرة داخل المجتمع الأمريكي وبين حتى داخل العائلة الواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية وسنأتي لهذه الجزئية فيما بعد يعني هي تقول أن هذه الانتخابات هي بمثابة الاستفتاء على حكم دونالد ترامب وليست استفتاء على حكمه أي أن الأمريكيين سيحاكمون دونالد ترامب عبر صندوق الاقتراع وفي تقديره هي تركز أيضا في جانب خفي على أن المحاكمة في الأنظمة الديمقراطية للحكام تتم عبر صندوق الاقتراع يعني هي تؤكد على أن دونالد ترامب يعني أدخل الولايات المتحدة في مرحلة أزمة صحية بما أن الوباء ينتشر في مرحلة انهيار اقتصادي كما تقول الصحيفة وفي مرحلة سدمات عرقية كما نتذكر يعني عقب مقتل جورج فلويد وتلك السرعات كان دونالد ترامب يعني يناهض تلك التحركات العنيفة التي حدثت في رد فعلا على يعني قبضة الأمنية التي هو عززها وكان يعطي الضوء الأخضر للشرطة التي تتصرف بعمف كبير يعني الصحيفة أيضا تحمل دونالد ترامب الحصيلة الكارثية كما تقول لحكم أربع سنوات من الإثارة أي أنها تتهم دونالد ترامب بالشعبوية وبتجييش مشاعر الأمريكيين ومشاعر أنصاره تحديدا ليبقى لولاية أخرى هي تعتقد أن جو بايدن هو الأقرب لأن يعني يتقدم إلى الرئاسة وتقول حتى إذا لم يكفيه من الأصوات جو بايدن ليصل إلا كما نعرف أن هناك المجمع الانتخابي فسيكون دونالد ترامب أول رئيس ربما تتجدد فيه الثقة لكن مع حكم قاسم من الشعب الأمريكي وأيضا كريم هنا ننتقل صحيفة واشنطن بوست وتقول هنا في أن هناك برنامج الكتروني أو برنامج آلي يرسل رسائل للأمريكان ويحثهم بعدم النزول أو الانتخابات أو تصويت على الانتخابات هنا نقرأ بأن ما يقدر بعشر ملايين وكان ما في الأسبوع يعني كريم يعني رقم قياسي بالنسبة لهذا هو أكثر من ذلك ما الغاية منه هذا كريم إذن هذا الغاية منه حسب الصحيفة هو ربما التشويش على الأمريكيين وحثهم على عدم الخروج نتذكر أن دونالد ترامب نفسه وقع في أزمة في أزمة تدخل الروسي ما يعرف تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عبره نعم هي القضية ما زالت جارية وصحيفة واشنطن بوست ركزت على هذا التطبيق كما ذكرنا الذي يحث الأمريكيين ويخوفهم ينشر الرعب فيهم كما تقول الصحيفة على عدم النزول يعني يقولون لهم ابقوا في البيوت ابقوا أمينين stay at home stay safe يعني لا تنزلوا الانتخاب مجهونة هناك كريم لكن من له مصلحة في ذلك يعني فاعتقادي أن المصلحة من هذا هو يعني كما ذكرنا أن دونالد ترامب حث الأمريكيين حكا الذين عزفوا عن الانتخاب لأن ينزلوا فاعتقادي أن دونالد ترامب هو المستفيد من هذا التطبيق لأن أكثر تصويت من نسبة العازفة عن الانتخاب والتي لم تشارك في 2016 في تقدير ستذهب لجو بايدن يعني الصحيفة تقول أن عديد المكالمات منذ نصف منذ الصيف الفارت يعني ووصلت وطيرتها إلى أربعة مليارات مكالمة تلقائية في الشهر الماضي فقط يعني أربعة مليارات مكالمة في الشهر الماضي هي نسبة كبيرة جدا وتتكرر تقريبا بصفة يومية هذه المكالمات وتحث الأمريكيين على أن يبقوا في البيوت ولكن كما رأينا نسبة المشاركة في الانتخابات نسبة قياسية تقريبا هي الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني كشفت أيضا الصحيفة على أن هذه المكالمات حسب شركة يوميل تقنية يوميل أن هذه المكالمات مصدرها أوروبا بعض الشركات الوهمية أرقام مزيفة أرقام منتحلة لصفة هي التي تنشر هذه الرسائل التي تقول أن على الأمريكيين أن يبقوا في بيوتهم وهذا يؤكد أيضا أن هناك اختراقا حسب الصحيفة تقول للولايات المتحدة الأمريكية من جهات غير معلومة وهي في إطار الحرب التكنولوجية الساخبة التي ربما كما ذكرنا دونالد ترامب قد يستفيد منها لما لا وهو الذي يعني يسخر كافة الإمكانيات لأن يصل إلى البيت الأبيض مرة أخرى أو يبقى في البيت الأبيض إن صح التعبير حسب عديد التقنيين تقول الصحيفة أن هذا بمثابة القصف لعقول الأمريكيين طيب كريم إذن هناك نفس الصحيفة وحسب رويترز لوس أنجلس تقول بأن عنوانة أيضا أمريكا المنقسمة ستكافح من أجل التعافي بعد عهد الترامب إذن هناك حسب ما تقول الصحيفة مستعدون للمكافحة من أجل التعافي ما بعد عهد الترامب إذن هناك أصرار أو من هذه الصحيفة يعني التجهيز لما بعد الترامب ماذا تقول إذن هنا الصحيفة بشكل أعمق كريم وكالة رويترز هي محمد هي أكدت على الانقسامات الاجتماعية الموجودة داخل حتى الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الحي الواحد تقول الصحيفة أن تقول الوكالة عفوا أن فترة حكم دونالد ترامب هي كانت الأسوأ حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية يعني هي تنقل عن هي عنوانة لم تعد أمي لو تشرح لنا أيضا هنا قصة كريم يعني كما جاءت هي قصص هي ذكرت قصص ولكن ركزت على جزئية أن شابا يبلغ من العمر 21 سنة قرر ترك والدته وقال لها لم تعد أمي لأنها قرر التسويت لدونالد ترامب في هذه الانتخابات يعني وصل التجاذب الانتخابي والشحن المعنوي من دونالد ترامب ومن جو بايدن إلى أن يؤثر حتى على العلاقات الاجتماعية ووكالة ريترز تعود بالخلف إلى سنة 2016 حين قالت أن يعني زوجين انفصل عن بعضهم البعض وهما الزوجة في سن السابعة والسعين وزوجها في السن الواحد والثمانين لأن يعني الزوجة قررت أن تصوت أو الزوج قرر أن يصوت لدونالد ترامب بينما الزوجة قررت أن تصوت حين ذاك لهيلاري كلينتون فهي أزمة كبيرة أصبحت داخل المجتمع الأمريكي في هذه الانقسامات الكبيرة لأن هذه الانتخابات كما تقول الوكالة أو ربما صحف أخرى تقول هي الأكثر استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يعني الوكالة تنقل على بعض الأخصائيين في العلم الاجتماع أو العلاقات الشخصية تقول أن التوترات في العلاقات الشخصية تصاعدت على الضوء الديناميكيات السياسية والصحية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية يعني الفترة فترة حكم ترامب كانت فترة يعني فيها تقلبات كثيرة شاهدناها على مر الأربع سنوات الماضية الصراعات العرقية الصراعات بين البيض والسود في تقديري نعم هو يصب عكس ترامب ولكن لا ننسى أن هناك أنصار لترامب يؤيدون ما يقوم به أخيرا كريم دعنا أيضا ننضق لتقرير في وكالة لاناضول يتحدث عن تراجع دعم اليهود لترامب رغم أن ترامب دعم اليهود خلال فترة حكمه الأولى وحصل على زيد اليهود حصل على كثير من المزايا منها هدايا ترامب قدمها لإسرائيل نقل السفارة للقدس ومنها التطبيع الحاصل اليوم في الوطن العربي مع الكيان الصهيوني يعني عدة هدايا قدمها ترامب لإسرائيل لكن التقرير يقول بأنه هناك ربما عدم تصويت أو ليس ترامب ليس لديه دعم من قبل اليهود الأمريكان في الداخل الأمريكي لكنه مدعوم من اليهود الخارج خارج أمريكا ماذا يقول هنا تقرير بشكل أعماق كريم داني محمد بعد إذنك أفتح قوسا صغيرا يعني عطفا على ما كنا نتحدث يعني دونالد ترامب أثر حتى في العلاقات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حتى داخل الأسرة داخل الحي في المدينة الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أثر على العلاقات الخارجية كما رأينا يعني قطع العلاقات تقريبا مع صين وكان يهاجم الصين مرارا وتكرارا جرى دعنا نقول عديد الدول الخليجية للتطبيع عنوة أو للتطبيع مرغمة جرى السودان أيضا للتطبيع يعني أثر في شكل العلاقات الدولية كما أثر في شكل العلاقات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان وكان الكيين الصهيوني هو أكثر المستفيدين من حكم دونالد ترامب يعني قدم لها قدم للكيين الصهيوني القدس أو يعتقد أنه قدم القدس على طبق من ذهب لهم ليكون عاصمة بكلمات هل استفاد بحسب التقرير ماذا يقول كريم هل استفاد ترامب من دعم في اعتقادي أن دونالد ترامب استفاد من دعم اليهود المتنفذين يعني في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الطبقة الشعبية من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 77% منهم أو أكثر سيسوتون لدونالد ترامب ولكن دونالد ترامب يحظى بتأييد كبير لدى اليهود داخل الكيان الصهيوني في المحتر على كل حال ننتظر للانتخابات ونتاج الانتخابات الرسمية الانتخابات الأمريكية إلى ذلك الحين نشرك بزر الشكر محرر للشؤون السياسية في القناة التاسعة كريم البوعل شكرا جزيلا محمد مشاهدين الكرام نهاية الحلقة دمتم بخير اشتركوا في القناة